زكريا عملياً الكاهن رأى رئيس الملائكة كان بيقدم البخور بيحرق البخور العطر المعطر على مذبح البخور الذهبي مذبح البخور الذهبي اللي هو في منطقة القدس في الهيكل القدس يعني المكان المقدس أقدس مكان أمام الحجاب حجاب الهيكل اللي وراء الحجاب هو تبوت العهد أو تبوت الرب اللي مغطى بغطاء الرحمة بيسموه من دهب وفوقه كاروبان يظللان هؤلاء الكاروبان يعني أمام محضر الله فلازم الكاهن بحسب القرعة أنه يدخل ويبخر ولازم البخور حرق البخور المعطر لازم يكون بشكل مستمر في هذه المنطقة المقدسة في ثلاث قطع في طاولة ترابيزة اللي هي بسموها مائدة خبز الوجوه برضو مغشاة من الذهب لازم يكون في 12 رغيف خبز بشكل مستمر وفي المنارة الذهبية برضو من ذهب خالص لازم تنير المكان منطقة القدس أمام الحجاب وبالضبط أمام الحجاب أمام قدس الأقداس في مذبح البخور اللي من ذهب وكان في قرعة وكان في 24 فرقة ابتدأها في أيام داود الملك وطبعا ثبتها سليمان الملك أنه بحسب القرعة من هؤلاء الكهنة كل واحد إلى دور كل واحد إلى نوبي بحسب القرعة أنه يكهن لمدة أسبوع في هذه المنطقة من تنظيف من وضع البخور من الصلاة إلى آخره في هذا المكان وطبعا ظهر الملاك جبرايل للكاهن زكريا وطبعا النبي زكريا ويبشروا بولادة يحنى المعمدان أعظم شخصية من بين المولودين من النساء اللي شهد ليسوع وأعلن عن مجيء المسيح لاحظ أنه ظهر الملاك جبرايل بعد انقطاع يعني الصمت من دانيال لإنجيل المتة أو لمجيء المسيح أعتقد فيه مش أقل من خمسمائة سنة إحنا بنتكلم عن مملكة فارس وبعديها أجت مملكة اليونان وانقسمت المملكة وبعديها الرومان فإذن في مدة أو مسافة خمسمائة سنة كان فيها صمت بدون ظهور ملائكي يعني أنا بتكلم حسب الكتاب يمكن الملائكي ظهرت لناس من غير ما نعرف ولكن هذا الظهور طبعا كان مذهل كان مروع كان مخيف وكان غير متوقع ورسيما من شخص عجوز كهل رح يخدم النوب بتاعته ويرجع إلى بلده إلى عين كارم في جبال يهودة ويتقابل الملاك جبرائيل رئيس الملائكة مع زكريا وهون طبعا رجوع العلاقة من بعد انقطاع زمن طويل أكثر من خمسمائة سنة من أيام دانيال إلى الظهور إلى زكريا الكهن في الرسالة إلى العبرانيين مكتوب وأيضا متأدخل البكر إلى العالم يقول والتسجد له كل ملائكة الله وعن الملائكة يقول الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهي بأنار فهي أرواح مرسلة من ملائكة من ملائكة بتعني خادم والغرض من الملائكة هي الخدمة فظهر للكاهن زكريا في منطقة القدس وهو عم بقدم البخور المعطر في هذه المنطقة ليبشروا بزيارة بمجيء شخص عظيم بولادة يحنى المعمدان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر